موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا بيان الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني يلقيه على مسامعكم أحد أنصاره إلى الله والبيان بعنوان بيان عدد الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في القرآن كتب الإمام البيان بتاريخ الثالث عشر من الشهر السادس 1428 هجرية الموافق 28 من الشهر السادس 2007 ميلادية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين السلام علينا وعلى جميع عباد الله الصالحين في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد يا معشر علماء الأمة لقد أمركم الله بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين من أولهم آدم عليه الصلاة والسلام إلى مسك خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر الله لكم في محكم آيات القرآن العظيم ثمانية وعشرين منهم بالإسم بعدد الأحرف التي يتكون منها القرآن العظيم ثمانية وعشرين نبيا ورسولا وهم واحد نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام وقال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض صدق الله العظيم اثنان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام ثلاثة نبي الله الياس عليه الصلاة والسلام أربعة نبي الله إدريس عليه الصلاة والسلام خمسة نبي الله اليسع عليه الصلاة والسلام ستة نبي الله هوت عليه الصلاة والسلام سبعة نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام ثمانية نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام تسعة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام عشرة نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام الحادي عشر نبي الله إسماعيل عليه الصلاة والسلام الثاني عشر نبي الله إسحاق عليه الصلاة والسلام الثالث عشر نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام الرابع عشر نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام الخامس عشر نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام السادس عشر نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام السابع عشر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام الثامن عشر نبي الله هارون عليه الصلاة والسلام التاسع عشر نبي الله لقمان عليه الصلاة والسلام عشرون نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام 21. نبي الله ذو القرنين عليه الصلاة والسلام 22. نبي الله داود عليه الصلاة والسلام 23. نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام 24. نبي الله هارون بن عمران أخو مريم عليه الصلاة والسلام 25. نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام 26. نبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام 27. نبي الله المسيح أيسى بن مريم عليه وعلى أمه الصلاة والسلام 28. خاتم الأنبياء والمرسلين رسول الله إلى الإنس والجن 29. أجمعين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 30. ولا ينبغي أن يكون عدد الرسل والأنبياء المذكورون في القرآن العظيم 31. بالإسم أن يتجاوز عددهم لعدد الأحرف المكون منها 32. جميعا هذا القرآن العظيم 33. ويتكون القرآن العظيم من 28 حرفا 34. وذلك لأنه قرآن عربي مبين 35. واللغة العربية تتكون من 28 حرفا ينطق بها اللسان العربي المبين 36. وإليكم السور ذات الأحرف التي أقسم الله بها من باب التكريم وليس تكريما للحرف 37. بل قسم لحرف ينتمي لإسم النبي أو رسول 38. ولذلك يرمز له الله في القسم بأحد حروف اسم النبي المقسم بإسمه 39. ولم يكن هناك شرط بأن يكون الحرف الأول من الإسم 40. بل بأحد حروف الإسم الأول 41. ولكنه لا يتجاوز الإسم الأول إلى الأب 42. بل أحد حروف الإسم الأول للنبي المقسم به 42. على سبيل المثال 43. كاف ها يا عين صات 44. فأما الحرف كاف فنجده رمزا لإسم نبي الله زكريا 45. وأما ها فنجده رمزا لنبي الله هارون بن عمران أخو مريم 46. وأما الحرف ياء فنجده رمزا لإسم يحيى 47. وأما عين فرمز لإسم عيسى بن مريم 47. وأما الحرف صات فرمز الصديقة مريم 48. ولم يأخذ رمزها من الإسم لأنها ليست نبيا بل صديقة 49. لذلك أخذ الرمز من اسم الصفة 50. وقال الله تعالى 51. ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 52. وأمه صديقة 52. صدق الله العظيم 53. وهذه السور ذات الأحرف التي يكمن فيها 53. أسرار الأسماء التي علمها الله لآدم عليه السلام 54. ومن ثم علم آدم بها الملائكة 55. ومن ثم علمت ملائكة الرحمن بجميع أسماء خلفاء الله أجمعين 55. ولذلك قالوا لزكريا إن الله يبشرك بغلام اسمه يحيى 56. وكذلك قولهم لمريم 56. يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم 57. صدق الله العظيم 57. وجميع هذه الرموز لأسماء خلفاء الله من الأنبياء والرسل والصالحين 58. ألف لام ميم البقرة 59. ألف لام ميم آل عمران 59. ثلاثة 60. ألف لام ميم صاد 60. الأعراف 61. ألف لام رأى يونس 61. خمسة 62. ألف لام رأى هوت 62. ستة 63. ألف لام رأى يوسف 63. سبعة 64. ألف لام ميم رأى الرعد 65. ثمانية 65. ألف لام رأى إبراهيم 66. تسعة 66. ألف لام رأى الحجر 66. ألف لام رأى حجر 10. كاف ها يا عين صاد 67. مريم 61. طاها 68. الثاني عشر 68. طااسين ميم 68. الشعراء 59. الثالث عشر 60. طااسين 70. النمل 59. الرابع عشر 61. طااسين ميم 60. القصص 61. الخامس عشر 61. الف لام ميم 63. العنكبوت 60. المنزل 61. السادس عشر الفلام ميم الروم السابع عشر الفلام ميم لقمان الثامن عشر الفلام ميم السجدة التاسع عشر ياسين ياسين عشرون صاد صاد واحد وعشرون حاميم غافر اثنان وعشرون حاميم فصلت ثلاثة وعشرون حاميم عينسين قاف الشورى أربعة وعشرون حاميم الزخرف خمسة وعشرون حاميم الدخان ستة وعشرون حاميم الجاثية سبعة وعشرون حاميم الأحقاف ثماني وعشرون قاف قاف تسعة وعشرون نون نون فأما الثماني والعشرون سورة فتخص أحرفها جميع الأنبياء والمرسلين والذين ذكرهم القرآن بالإسم بلفظ القرآن العظيم وجميعهم أعطاهم الله علما من الكتاب ولا أظنكم يا معشر المسلمين تنتظرون نبيا ولا رسولا فقد علمتم بثمانية وعشرين نبيا ورسولا قد مضوا وكان خاتمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنها بقيت سورة واحدة ولا غير بل هي آخر سورة وضعت في القرآن من التي يحملنا الأحرف السرية أولهم ألف لام مين في سورة البقرة وآخرهم نون ويا معشر المسلمين ما ظنكم بهذا الحرف الزائد على الثمانية والعشرين نبيا ورسولا والذي ذكر الله أسماءهم بنص القرآن الصريح ومنهم من يوجد له إسمان مذكوران في القرآن فعلى سبيل المثال محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك أحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك رسول الله الياس صلى الله عليه وآله وسلم ثم تجدون له اسما آخر في القرآن وهو ذا الكفل ولماذا يسمى ذا الكفل وذلك لأنه تكفل بتربية أخويه إدريس واليسع بعد أن صارى يتيمي الأبوين وكذلك هما أبواء الياس وأولئك هما الأصباط الثلاثة المذكورون في القرآن ولم يكونوا هودا أو نصارى والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولا علم لي إلا ما علمني ربي بوحي التفهيم وليس بالتكليم وإذا لم يكن لوحي التفهيم سلطان بين في القرآن العظيم فأحذركم من ذلك فليس وحيا من الرحمن بل وسوسة الشيطان الرجيم الذي يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم ولأنه من أمر الشيطان الرجيم قول العالم بما لا يعلم علم اليقين من أجل ذلك حرم على المسلمين تصديقا لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون صدق الله العظيم فكيف تؤولون القرآن بالظن يا معشر المسلمين وأنتم تعلمون بأن الظن لا يغني من الحق شيئا وأن قول المفتي بما لا يعلم هو من أمر الشيطان وليس من أمر الرحمن فهل تزعمون بأن الاجتهاد هو أن تقول على الله ما لا تعلم فتعالوا لأعلمكم ما هو الاجتهاد وهو أن تتمنى اتباع الحق ثم تكون باحثا عن الحقيقة وهنا يأتي علم الله وهداه تصديقا لقوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا صدق الله العظيم فهل تعلمون بأن جميع الأنبياء والمرسلين جميعهم كانوا باحثين عن الحقيقة الحق فهداهم الله إليه فاصطفاهم معلمهم فانظروا إلى خليل الله إبراهيم بحث عن الحقيقة بعد عدم اقتناعه بعبادة الأصنام فنظر إلى ملكوت السماء بنظرة التأمل فاختار كوكبا وقال هذا ربي فهو أسمى وأرفع من هذه الأصنام التي يصنعها البشر بأيديهم فلما أفل قال لا أحب الآفلين ومن ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي ومن ثم تراجع لأنه لم يقتنع في ذاته ومن ثم رأى الشمس بنظرة التأمل وهو يراها يوميا وإنما بنظرة التدبر والتأمل فقال هذا ربي هذا أكبر ومن ثم لم يقتنع وصار عنده ألم نفسي يريد أن يعبد الحق وقال إني سقيم أي متألم نفسيا لأنه يخاف أن يعبد شيئا لا يستحق العبادة وهو باطل وقال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالين فلما رأى الشمس بازغا قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وهنا قرر إبراهيم بأن لا يسجد للشمس ولا للقمر بل يسجد لله الذي خلقهم وعلى ذلك من الشاهدين ومن ثم اصطفاه الله واستخلصه لنفسه وجعله نبيا ورسولا ولكن بعد أن تحققت أمنية إبراهيم في وصوله إلى الحقيقة ألقى الشيطان في أمنيته شكا وقال 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 الله تعالى وإذ قال وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمأن قلبي ومن ثم أحكم الله آياته لإبراهيم فضرب له مثلا لقدرته وأمره أن يذبح أربعة من الطيور فيجعل على كل جبل منهن جزءا وأمر الله إبراهيم أن يناديهن فإذا هن يأتينه سعيا بإذن الله ويبدو بأنها من الطيور التي لا تطير كأمثال الدجاج وغيرها من الطيور التي يستطيع الإنسان الإمساك بها لأنها تذأب على الأرض ولا تطير بالسماء لذلك قال يأتينك سعيا وكذلك نجد رسول الله موسى بعد أن كان مشتهدا باحثا عن الحقيقة في أحد المذهب التابعة للبينات التي أنزله الله على يوسف وكان ينتمي لأحد المذهب فلما استنجد بموسى واحد من أحد علماء مذهبه وكان يتعارك مع عالم آخر في طائفة أخرى فقتله فوكزه موسى بعصاه فقتله ومن ثم في اليوم الآخر وإذا بالرجل الذي استصرخه يستنجد به على عالم آخر ولكن هذا العالم وعظ موسى وقال له قولا بليغا أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله العظيم وهنا استيقظ موسى من غفلته وقال تلاه أنك لغوي مبين وعلم أن المقتول ينتمي لآل فرعون وقد يقتلونه وخرج إلى ربه مهاجرا ليهديه وقال ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين فانظروا إلى موسى بعد أن تحققت أمنيته وهداه الله إلى سبيل الحق فجعله نبيا ورسولا ومن ثم ألقى الشيطان في أميته شكا وذلك عندما ألقى السحرة عصيهم وحبالهم وخيل إلى موسى والناس الحاضرين بأنها ثعابين تسعى فأوجز في نفسه خيفة موسى ومن ثم أوحى الله إليه بوحي التفهيم واليقين بما أوتي وإنما جاءوا بالباطل ومن ثم قال فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين صدق الله العظيم ومن ثم ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون وهنا أحكم الله لموسى آياته وبين له الحق من الباطل بعد أن ألقى الشيطان في أمنيته الشك وكذلك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان باحثا عن الحقيقة لذلك كان يخلو بنفسه في الغار في الجبل ويتدبر ويتفكر في خلق السماوات والأرض ولم يكن مقتنعا بعبادة الأوثان ولا يدري هل يتبع قومه أو النصارى أو اليهود وأي الأديان حق ليتبعه لذلك قال الله تعالى ووجتك ظالا فهدى والظال هو الذي لا يعرف أي الطرق تؤدي به إلى بر الأمان ومن ثم هداه الله إليه واصطفاه واستخلصه لنفسه وجعله خاتم الأنبياء والمسلين ولكنه حين قال له قومه بل اعتراك أحد آلهتنا بسوء أي مسه شيطانا أنه هو الذي يكلمه بهذا الكلام وليس ملاكا ومن ثم رد الله عليهم وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون صدق الله العظيم ولكن محمد رسول الله كاد أن يدخل في عقله ما يقوله قومه بل شك في قلبه وأوجزه في نفسه خيفة بأنه قد يكون ما يقوله قومه حق ومن ثم جاء قوله ومن ثم جاء قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم صدق الله العظيم ولكن الله لم يلجأ نبيه ليسأل اليهود أو النصارى هل ما أنزل عليه حقا من عند الله بل أحكم الله آياته لنبيه بدعوة من الثرى إلى السدرة المنتهى ورأى من آيات ربه القبرى فأصبح من الموقنين إذن يا معشر المسلمين إن جميع الأنبياء كانوا مجتهدين باحثين عن الحقيقة متمنين اتباعها حتى إذا تحققت أمنيتهم ألقى الشيطان في أنفسهم الشك في أمرهم ومن ثم يحكم الله آياته لهم فيوضحها لهم إن جميع الأنبياء إن جميع الأنبياء فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم إذن يا معشر المسلمين هذا هو الاجتهاد أن تكون باحثا عن الحقيقة حتى تجدها بعلم وسلطان مبين ومن ثم تدعو الناس على علم وبصيرة ولكن يا معشر علماء الأمة أراكم تفتون الناس تفتون الناس بتأويل القرآن وأنتم لا تزالون مشتهدين وتقولون لكل مشتهد نصيب فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران وذلك من الروايات اليهودية التي ما أنزل الله بها من سلطان وليس الحديث الحق أن تفتي ثم تقول والله أعلم قد يكون هذا صح وقد يكون خطأ فأنا مشتهد بل الحديث من قال لا أعلم فقد أفتى بمعنى أنه حصل على أجر المفتي إذا كان يهمه الأجر أما إذا كان يريد أن يقول الناس له أنه عالم لا يسأل عن مسألة إلا وأفتى بها فهنا سوف يكون أول من يلقى في النار من المسلمين وأحتمل وزره ووزر الذين أظلهم بغير علم ولا بصيرة وهانا ذا اليماني المنتظر والذي هو نفسه المهدي المنتظر أعلن التحدي من موقع البشرى وأشهد جميع الصالحين من عالم من نار أو عالم من نور أو عالم من سلصار كالفخار وكل ما يدأب أو يطير من البعوضة وما فوقها بأني أتحدى جميع علماء الديانات السماوية من اليهودية والنصرانية والإسلامية تحديا عظيما وليس تحدي الغرور بل الثقة من التأويل الحق لهذا القرآن العظيم الذي يشمل جميع الرسالات السماوية التي أنزلها الله على جميع الأنبياء والمرسلين تصديقا لقوله تعالى هذا ذكر من معي وذكر من قبلي صدق الله العظيم فإن غلبتموني يا معشر علماء الأمة بعلم وسلطان فقد كفيتم الناس شري حتى لا أذلهم عن الحق وإن غلبتكم بالعلم والسلطان بالتأويل الحق من القرآن فقد كفيت المسلمين الشر الذين يقولون على الله ما لا يعلمون بظن الاجتهاد والقياس وحرم ذلك على علماء المسلمين تأويل كلام الله بظن الاجتهاد والقياس الذي ما أنزل الله به من سلطان إلا في حالة واحدة إذا أردت أن تعرف المعنى اللغوي لكلمة في القرآن فتنظر إليها في موضع آخر واضح وبين ومن ثم تعلم المعنى اللغوي لهذه الكلمة كقوله أهلكت مالا لبدا وحتى تعرف معناها اللغوي تعود لقوله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا فهنا تفهم بأن معنى لبدا أي جميعا وذلك لأن المشركين كادوا أن ينقضوا على محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قام يدعو ربه عند المشعر الحرام فكادوا أن يكونوا عليه لبدا أي جميعا إذن المعنى لقوله يقول أهلكت مالا لبدا أي أهلك ماله جميعا لتجهيز جيش قريش فد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لذلك قال الله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصر ثم يغلبون صدق الله العظيم ويسمح بالقياس للفهم اللغوي وليس الحكم في مسألة ما فهذا موضوع وذلك موضوع آخر فكيف تستنبط منه حكما وكل آية في موضوع آخر فهذا غير صحيح ألا تروني أستنبط لكم آيات قرآنية في نفس وقلب الموضوع فأفسر القرآن بالقرآن فلا أنطق بحرف من الرأس بل بالتأويل الحق لهذا القرآن العظيم يدركه أولو الألباب الذين لم يكونوا إمعات إن أحسنوا الناس أحسنوا بعدهم وإن أساء الناس أساءوا بعدهم بل سيدركه أهل اللب والفكر والعقل والمنطق لا يقتنعون إلا بما اقتنعت به عقولهم وليس بما اقتنعت به عقول الناس بل يستمعون القول بتدبر وتمعن وتفكر ومن ثم يتخذون القرار الحق بالعقل والمنطق فيتبعون أحسن فما بالكم يا معشر علماء الأمة تقولون بأن معنى قوله يا أخت هارون بأنه يقصد هارون أخى موسى فأين مريم من موسى وبينهما مئات السنين حتى جعلتم للذين يجادلون بالباطل ليتحضوا به الحق جعلتم لهم عليكم سلطانا فانظروا إلى ما يقولون كيف يخطئ القرآن بنسب مريم عليه السلام لهارون وبينهما مئات السنين ومن ثم نرد عليهم ونذبت بأنه نبي وقد مات من قبل ميلاد مريم ابنات عمران فأصبحت يتيمة الأبوين والأخ وكفلها زكريا بن يعقوب أخو عمران بن يعقوب فما خطبكم يا معشر الذين لا يعلمون لا تجدون اسما في القرآن إلا وزعمتم أنه يقصد به اسم نبيه هارون وبين ذلك الاسم ومريم مئات السنين إن لم تكن الآلاف وكذلك ظنكم في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصفاط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا فكيف تظنون بأنه يقصد هارون أخى موسى فإذا ذكر موسى فهو يذكر هارون لأن رسالتهم واحدة فقد أنزلت على موسى وقال الله تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان صدق الله العظيم وهنا تعلمون بأنه يقصد هارون أخى موسى وأما في هذه الآية التالية في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وعيسى وإيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا صدق الله العظيم فإنه يقصد هارون بن عمران أخى مريم وقبل تحريف الكتب المقدس لم يكن على هارون غبار وأنه نبي كريم ولا يحتاج إلى تعريف لذلك اكتفوا بذكر يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فقد بينا لكم كذلك إذ بات نبوة هارون حتى في الأحرف السرية في أوائل سورة مريم كافها يا عينصات ولا تزال لدينا أدلة وبراهين على إذ بات نبوة هارون بن عمران بن يعقوب للممترين من الذين يجادلون بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير بل العجيب كل العجب بأن بعض العلماء يقول موسى بن عمران ضنا منه حين قال يا أخت هارون وبما أن هارون أخو موسى إذن موسى بن عمران وهم من الذين يجادلون بما لا يعلمون وكذلك لدينا البراهين الكافية على نبوة عزير وكذلك عزير حدث له ما حدث لجميع الأنبياء وهو أن الشيطان ألقى في أمنيته شكا حين مر على القرية الخاوية على عروشها فقال في نفسه ما جاء في قوله في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وهنا بين الله لعزير آياته وأحكمها بعد أن ألقى الشيطان في أمنيته شكاً وهذا يحدث لجميع الأنبياء والرسل ومن ثم بعث الله إليه جبريل ليسأله كم لبثت ومن ثم علمه كم لبث وبيّن له قدرة الله إذن عزير كان نبياً ولكنه ليس ولد الله كما يزعم اليهود وهم يعلمون بأنه ليس ولد الله بل يريد أن يعاندوهم النصارى فيقولون بل المسيح ابن الله وذلك قولهم بأفواههم قاتلهم الله أنا يوفقون ولا تزال لدينا البراهين على إذبات نبوة الثمانية والعشرين فهل من ممتر مجادل فليتفضل للحوار مشكوراً أخو المسلمين في الله المهدي المنتظر الإمام نون ناصر محمد اليماني